يا ربي صل على محمد أشرى في بذر في القون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أكرم داعي ليذعوا إلى الحاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصجاك يا ربي صل على محمد 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 أفضل من بالثقاة حقاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد من بالسخاة والوفاة تخلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وأزمع من الشم لما تفراك يا ربي صل على محمد 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 أفضل من الخير كل مغلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد وأله ومن بالنبي تعالك يا ربي صل على محمد 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 ومن بالنبي تعالك يا ربي صل على محمد 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 ومن بالنبي تعالك يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل وانسلم الله ما صل وسلم ومارك عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقنزم من ذنبك وما تأخر ثم نعمته عليك ويحجك سراطا مستقيما صلى الله عليه وياسرك الله نسرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم معانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيم فإن تولوا فقل حزبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائقته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضي برحانه المبسود في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله تعالى منه وضمشانه حلق الحلق الهقبى وضوى عليها علمك وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أبداله القسم صلى الله عليه فأرسل مشرف حلقه وعجل عبيده رحمة تعلقت إرادة نازالية بحلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم صلى الله عليه فما أجل هذا المنة الذي تكرم بهذا المنة وما أعظم هذا الفن الذي برز من حدرة الأحسان صورة كاملة تنظرت في عيكل محمود فتعترت بوجودها أقناف الوجود وضرزت برد العوالم بإطراز التقريم اللهم صل وسلم أجرب صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا وحمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم أبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجل الحك في أعلم كدزه الواسع تجل ينقضى بانتشار فدله في الغريب والسانس في الغريب فله العبد الذي لا تنهسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثغلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر تصل بقلبه نيب إلا من سوابه فدله على العبيد يا لقلب سروره قد دولى بهبيب عمل أنا منوالى جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمال صلى الله عليه فترك في الوسند أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لا عدده العيون في مجد لده بشرا كاملا يزيو الضلال صلى الله عليه ومن فوق علم ما قدرعته رفعة في سؤوني وكمالا فسبهانا الذي أبرز من عدرة الامتنان ما يجز عن وصفه اللسان ويهار في تعكل معانيه الجنان صلى الله عليه وغالي انتشر منه في علم البتون والدهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عددتم هليس عليكم بالمؤمنين روح الرحيم فمن فجعد هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هديا إلى صراط المستقيم اللهم أصلي وسلم أصرف الشلاد وتسليم على سيدنا ونبينا محمد روح الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله ودولة شركة شهادة تعارب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بالصدور من الإيمان قوائده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده واشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليل خلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشرا ونذيرا فبلغ الرسالة وعد الأمان وعد الله به من الأمة ماشر كثيرا فكان في ظلمة الجن للمستقصرين سراجا وقمر منيرا فما عظمها من منذ تقرم الله به على البشر وما أوساها بالنعمة انتسر سرها في البحار والبر اللهم صلِّ وسلم أجل الصلاوات وجمعها وأسكى التحية وأوسائها على هذا الأبد الذي وفى بأقل عبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بها كل ربوبيت في مواطن الغتمة لله وأقبل عليه آية الإكمال صلاة يتسل بها رو المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سري تعلق به وحبه ويكتب بها بعنية الله في عزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربيه وتميعوا ظلال الشرف الأصلي بوطنه وحبه ما يطر الأكوان بنصري ذكراهم نسي اللهم صلِّ وسلِّم أصرف الصلاة والنسليم على زيدنا ونبينا محمد روح بالرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِق عليه وعلى آله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِق عليه وعلى آله أما بعد فلما دعلك ردد الله في العلم القديم بدهور أسراري بأسراري تحسيسي للبشر الكريم التقديم التقريم نبادة القدرة الباهرة بنعمة الواسعة والمنات الغامرة فان خلقت بيطة تشوير في العالم المدلقي الكبير عن جمال مشهود بالعين اللهم صلِّ وعلى آله كمال المدلَقين مدلقي والحسن الْحسن فَتَنَقْلَ ذَلِقَ الْجَمَالُ الْمَيْمُونِ فِي الْأَسْلَى بِالْكَرِيمَةِ وَالْبُتُونِ فَمَا مِنْ سُلْبِينَ دُمَةِ كُلَّا وَتَمَّدْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ نِعْمَةِ فَهُوَ الْقَمَارُ الدَّمُّ الَّذِي يَتَنَقْلُهُ فِي بُرُوزِه لاتشرف به موطن استقراره وموضع فلوزه وقد قدت الأقدار العزلية بما قدت وأدهرت من شر هذا نور ما أدهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في العسلاب الفاخرة والأرحام شرفة الطاهرة حتى فرزا في عالم شهداتي بشار لكل بشار ونوراً حيار الأفكار دهر وبهر فَدَلْ عَلَقَدْ هِمَّةٌ رَقِيمِ لِهَذِهِ الْهُرُوفِ بِعَيَرْكُمَا فِي هَدَا الْقِرْطَسِ مَا هُوَ لَدَيْهِ مِنْ عَجَائِبِ ذَلِقَ النُورِ مَعْرُوفِ وَإِنْ كَانَ تِعَلْسُونُ لَا تَتْوِي بِعُشْرِ مِعْشَرِ أَوْ شَفِي دَلِقَ الْمَوْسُونُ تَسْوِي قَلِ سَمِعَيْن مَنْحَوَاسِ الْمُؤْمِنِنِ وَتَرْوِي حَلِّلْ مُتَعَلِقِينَ بِعَادَنَّ وَإِلَّا فَأَنَّ تُعْرِبُ الْعَقْلَمْ أَنْسُونِ خَيْرِ الْعَنَمْ وَلَكِنْ هَزَنِي لَا تَدْوِي نِمَا حَبِدُّهُ مِنْ سِيَارِ عَشَرَافِ الْمَخَلُوْقِينَ فَمَا أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهِ فِي مَوْلِدِهِ مِنَ الْفَجَلِ الَّذِي أَمَّا الْعَالَمِينَ سَلَّهُ اللَّهُ بَهِي مَوْلِهِ وَالَمَرِّ الْعَيَامِ وَالْشُهُرِ وَالْسِنِينَ دَعِي تَعَلُوقِ بِهَادِ الْأَحْرَاتِ الْكَرِيمَةِ وَلَعِزُ تَشَغُوكِ إِلَىٰ سَمَعِ اَوْسَوْتَ فدخلان في شفاعتها هذا النبي الشافي وتروحاني براني بروح ذلك اللعيم أخيراً ما صلي وسلم أسرف الصلاة والتسليم على زيدنا ونبينا محمد رب رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه والعالي اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد هان للقلم أن يخط ما هركته فيه الأناميل مما استفاده الفحم من صفات هذا الأبد الفحم بالقامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآفر صلى الله عليه والعالي ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأهاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه والعالي فلوض هذا الهبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بدخلك فيما حدث وما تقاد صلى الله عليه والعالي وقد أخذ عبد الرزاق بسنده أنجابر بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي فريرة رضي الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وآخرهم في البعث وقد عددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاهظة خفية اهدصت من شاءت من البرية بكمال الحسوسية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوهه وإبراهيم الإسلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من حصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلبه ذي القذر العظيم وآمه التي هي في المخاوف آمنا السيدة الكريمة آمنا فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أشعها بمعونة الله محافظة على هكي هذه الذرة وسعونها فحملته برآية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكوا منه ألما ولا إللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم قيوطات فضله وتنتجر فيه آثار مجده الصميم اللهم صلِّ وسلِّم أشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد روب الرحيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلالي والصمبي ومنذ لقبه هذي ترات المكرونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبي ويمسي في سروره وأبتيات بقرب دور أشراك هذا الصراك والعيون متشاوقة إلى بروزه متشاوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقويش نضغط بفسير عبارة معلنة لكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تكفي حملها بغلام من بركاته وسعادته هذا الإمام ولم تزمي العرض والسماوات متدمخة تنمد الفرح بملاقات أسرى في المرياد وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكنه في المطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهنجة التقريم وبسط في العالم الكبير معجة التشريف والتعبير ببرز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الروف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه والعالم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم مع سيدنا ونبينا محمد الروف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه والعالم سيدنا ونبينا محمد الروف الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا لا إله إلا الله ونبينا المبكَ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واء الله أكبر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر جمعان نانسي قنقر 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 مرحباً مرحباً جدوة بلو كل مقصد مرحباً 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 يا نور العين مرحباً 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 جدوة بلو كل مقصد مرحباً مرحباً وحدينا نحجاً سميني مرحباً مرحباً كيبه نسعد ونور شاد مرحباً 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 يا نور العين مرحباً 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 بلقى خير الأنام مرحباً 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 يا الله أتيجي واري خير مقعد يا الله ربي فوقر لي ذنوبي يا الله ببركة بالحدي محمد يا الله وصلاة الله توشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين اتجدد يا الله ربي فوقر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله يا ربي فغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا ربي اشتركوا في القناة وعلى آله ولقد التصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيك عن كتابته بوتون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارب الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا وبر الرؤوف ولا يقول ولا يفعلوا إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المهتوي على المعنى الجزل إذا داه المسكين أجاباه إجابة معجلة وهو الأبو الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع صهولة الأخلاقه الحيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقفياء من البارية ومن أسرتي به تأثر الترق والمنازل وبعرف ذكره تتيبت المجالس والمحابل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلوقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في واسم الحبي وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أو صف عز قد تعالى مجدها أخذت ألالة من صهاب عينانه وقد انبست قلم في تدوين ما عفده القلم من وقاء مولده النبي الكريم وهكاية ما أقرب الله بهذا العبد المقرب من تقريبه تعظيم والخلق العظيم فعصنا مني أن أمشك عينة الأكلام في هذا المقام وأجراء السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الخطم كما يحصل التقديم فعلي أفضل الصلاة وتسليم اللهم صلي وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد من رؤم من رحيم اللهم صلي وسلم وبركاته وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبركاته